اشتركوا في القناة 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 حد شيء ده نمسك علينا الخطيئة ثلاث شيء ثاني نمسك خطيئة ولا الجسد يقدر يديننا خطيئة وأينا أمام اللف لأننا بنصبح الحالة دي أقوية زي ما بيقول السيد المسيح في إحدى لقاءاته المغلوض من الجسد هو والمغلوض من الروح هو إيه كذلك المغلوض من الروح مش بيقصد المعنوضية ولكن بيقصد عماد الروح المغلوض اللي احنا مطلبين يعني منفعش الإنسان المسيحي يعني المسيحي الكلمة على المحبة والتلاقي عندناها في الحراثية مثلا أو إستاذ المسيحي الكلمة على الوداء وتلاقي الإنسان يسكنه في كبريه وزيت أو الإنسان مثلا المسيح دوسينا ننظر إلى أعين ننظر إلى نفسنا في الخطيئة مثل المرأة الخطيرة أما يقول لها أدانيك أحد لكن لها أحد يا سيد أنه وأنا أدانيك نحن ننجح حمد نحن نتمسك بعمال المسيحة في القديم ربنا أوصى موسى هذا التعمير بيقول له إيه؟ بيقول له هانا ذا أشهد عليك السماء والأرض هانا أجعل قدامك طريقة طريق الحياة وطريق الإيه؟ طريق الحياة وطريق الكمانة وطريق الموت وطريق النقص ما هو أعمال أسد الشغل ولو الله إله في وسيحة الموسى لهذا الحد كلنا هكذا من ربنا أدو ولكن بيلاقي ربنا في الكامل المصير عشان يتذرنا بكل أعمال فبيبنا إيه؟ فاختار إذا طريق الحياة لكي تحيا أنت وأهلي إيه؟ الإنسان باعه سيحي أدوء وأهلي إيه؟ لابدت من اختار طريق الحياة يعني بقى تطرقنا بكل كليسة مليئة كليسة لي أشعب كليسة بتيقوا بتصارو بس ياريت يكون صاروة من عم مش صاروة مبارد الوتين أو تأتيك باجئة أما عشان الكليسة متواصلنا كل يو خدس بهم متواجدين بالكليسة ولكن إحنا بنيتي هنا عشان بنمشط طريق الكمانة طريقة الحياة وهو طريقة الحياة وهو طريقة الخلوط ويقولوا كتابي بيكام المناطنة ويقولوا احتبرني يا رب أعرف قلبي جربني وأعرف أفكاري أنظر إذا كان فيها طريقا ضرم اهدني إلى طريق أبدي يعني دل أنظر لقلبي لو كان فيه خدش أو لو كان فيه حياة في نموت أو حاجة بتتعن عن الجسد أو بتقردني من أعمال الجسد وتتعن كبيني عن طريق الروح أنظر إذا كان فيها طريقا ضرم يعني شير هذا الطريق الضرم من الحياة عشان أحيا تماماً لطريق الصحة دو الأبنا القدسين اللي نعلمون هذا الطريق طريق الروح طريق الجماعة عشان نحيا إحلام مع مسيح طريق الحياة اللي بنقصوله في كتاب المقدس هو طريق الخلوط لو عاوزين اسموكو بتخلط في ملكوت السموات وتتكلم بأحرف من نور علينا أن نحن نسلط بطريق الحياة المسيح نفسه والآن هو الطريق والحق والحام بكمة الطريق والحق هاي هطل الخيوط كم يدخلون بمعنى إيه؟ هنعيش إيه إلى الأبد مع المسيح ولكن الأبوات اللي زين يعني شو مع عسى بالجسد ليس لهم خير ليس لهم زد النهاردة بنسمع قدسين الكتاب المقدس والمنا ممنعرفش أسابين بلغات نهاردة نسكرهم زي السباة زي المرة التي ضجتت في ذات الحق زي المترك العانية بخد شهر اسمها ولكن لغاية النهاردة إحنا بأنشبه بإيمانه الرصيف اللي شاهد به السيد المسيح يوم الأيام بأقدم أنا في إسرائيل كلنا واحدة بتحمل هذا الإيمان العصير إحنا عاوزين أن نشبه الأرداء لأنه فعلاً طريق بلقان بالخلوق وطريق بلقان بالاستقامة زي ما بيقول له دووبس لا أستكد في حرايا أو قدماني خبروضا فوزون نتريلين أنا ممشي وراء أسارة العرب في هذا الطريق فلا أحيينا عنه وأخيانا ده ده نيخي الحياة طريق الشر لأنه يختار في الشر إذا ما بيقول الكتاب المقدس يا حظام أبري أنه كان بقصد الشر ومشي مسا أعمال الشر وكعمالك ده نيخيانه معه الإبانة والنبيبة والقرارية والضغطة وكل الحاجات إنا إحنا بترفع من الجاسة الوحشة كيف يكال ما بيختار مقدس يقول كده الكتاب المقدس عن طريق العشر إن أعرف لك عن مسالكهم ولا تدخل في الطريق معه دي وصيلي في تلك المقدس مش واحدة الدين الزجرة أمشي معايا واحدة الدينية أي حاجة مسالة دينة أنسى مبادئ أطباء المصرية أمشي معايا أبقى جامل على حساد حياتي والروحية المفروض الإنسان القولي والروحاني عليه أن يتمثل في حيات الله إن أعجلك عن مسالكهم ولا تدخل في الطريق معه ودي أول مصموم بيقول مبورد النبي لما بيقول طوبة للرجل الذي لم يسلق في مشهورة المغربين وفي طريق الخطرة مين؟ 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 مش دي حياتنا أبدا إحنا هيتم نمضعش ورا ورا حاجات كيف أو سيئة الناس أو أو كجنات مدهاش فايدة روحية يعني إيه مدم؟ إحنا بنعيش في الجسد علينا أن نستثمر كل اللحظة وكل اللحظة وكل مصغير أو تهتم عن طريق الكمال وطريق الحياة وطريق الخروط أرجو إن إحنا نكون روحا فينا ياسدوبيا وبشكر سينا نيانا تقرب أتير على الاعتابة الخرصة اللي في كل مرة الخير كل ميزة ودي بركة كبيرة أنا أستحققاش ربنا يخليه يخليه شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا